تقاليد 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 بالية حطوها على الناس فالناس تعبت من كل هذه التقاليد صارت معذبة بعدين أحبائي واحدة من المشاكل الكبيرة في هذه الأيام الإحساس المستمر بالندم هاي مشكلة كبيرة كبيرة أحبائي الإحساس بالندم شو اللي بقصده أحبائي بنندم على أشياء اعملناها في حياتنا وفي الماضي ومنندم على أشياء لم نفعلها أو لم نعملها بنعيش في حصرة بتكون غصة في قلوبنا كان بنفسي بنفسي أعمل هذا الشيء كان بنفسي أحقق هذا الشيء وكل عمرك عم تتذكر وبتتذكر وبتتمنى وبتتمنى وهي الزكريات والسنين عم بتمر فينا السنين وصفها أيوب كعداء يعني واحد بيجري بسرعة وعم بقول إنه هاي السنين بتمر في سرعة وعم تندم كم من شخص كان عاوز يكون زوج أفضل لكنه فشل كم من شخص عاوز يكون أب صالح لكنه فشل كم أم فشلت وكم من الأولاد اللي فشلوا وكم من التوقعات التي أصيبت بالخذلان وكم من الأحلام المحطمة وكم من القلوب المنكسرة في يوم من الأيام أحبائي عندما تصل إلى حالي معينة فيها مواجهة النفس وأنت تواجه الله وأنت في هذه اللحظات مش ندمان على الأموال الكتير اللي عندك أو إربحتها أو خسرتها في هاي اللحظات ولا حتى أنت ندمان على الموت أو خايف من الموت لكن الأخطر والأصعب تصاب بحالة ندم عندك رؤية ما تحققك عندك طموح راحة أدراج رياح مرات في الحياة بنلقي أحمالنا وأعبائنا على الناس بسبب كده والظرف كده ودائما إحنا يعني هاي مشهورين فيها إنه دائما المشكلة مش مشكلتنا بسبب الشخص الآخر وكم من الأشياء اللي ارتكبناها في حياتنا عم نندم عليها تعرفوا أحبائي ساعة الزمن لا تعود إلى الوراء آه على السنين اللي بتذكرنا يا على الطفولة الحلوة ويا على الشباب الجميل أين هذه السنين يا على السنين اللي مرت كنت لازم أعمل وضاعت الفرص وضاعت السنين والسنين مش رح ترجعلك لكن عاوز أقولك في أخبار حلوة إلهنا إله التعويد ولما بعوض التعويد بكون على الأقل ضعفين إذا أنت فشلت بعشر سنين الرب بعوضك عن العشر سنين صدقني بتعملها بفترة قصيرة المهم أنك ترجع للرب وتقوله بكل بساطة يا رب أنا تعبان خلاص وصلت حالة السفر مش قادر من خلال قوتي أنا جاي حتى أنت تعطيني الراحة وأنت تعطيني السلام وأنا من كل قلبي فعلا بطلبها اليوم أنك تصليها أنه يا رب تعال وعطيني راحة في داخلي